امبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي كرم خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مجموعة من الشخصيات المؤثرة في العمل الاهلي والتنموي وكانت واحدة من ضمن المكرمات هي الدكتورة شيرين عامر الطبيبة اللي قامت مع زملائها الأطباء بتنفيذ العديد من القوافل الطبية للمناطق النائية في مصر على مدار 20 سنة وليس فقط المبادرات الطبية وكل ده كان اعتمادا على الموارد الذاتية عملت إيه الدكتورة شيرين طول هذه الفترة ده اللي هنعرفه دلوقتي منها طبعا هي من ورانا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا دكتورة صباح الخير يا أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك التكريم يعني تستحق التكريم بعد عشرين عام من العمل الخيري من التطوع وكنا نتكلم يمكن قبل الهوى على فريق المتطوعين اللي موجود مع حضرتك فعايزين نعرف بداية حضرتك مع العمل الخيري كانت عاملة ازاي وكانت امتى بالظبط بس حضرتك هي البداية أنا خارجة الأصر العيني فلما كنا في الكلية كنا بنشوف إنه في مرضى كتير والاحتياجات طبعا حضرتك متخيل ده هو اللي بيجمع من كل محافظات مصر كلها فدي كانت الحاجة اللي كنا بنحتاج بيها يوميا المريض مش مجرد إنه علشان العلاج والحاجات دي إنه محتاج إحنا بنفاجأ بإنه في معاناة في انتقاله في معاناة في معاناة في معاناة يعني سنسلة معاناة طويلة العيان بيدخل ممكن يتحجز عندي مثلا في الكلية في الأص العيني بالشهور علاجه أو أمراضه كده ونبدأ نشوف الأهل فهي جتمع على سنة تقريبا بنكلم من الأربعة وتسعين كده خمسة وتسعين أياما كنا طلبة فنشوف إيه اللي احتياجات يعني برضو نخلي بالحضرتك أنت العدد كبير بيبقى موجود في الأص العيني فنيجي في الشتاء ممكن تلاقي إن اللي جاي بقى أهلين مرافق لي مش عارفة إيه مفيش بطاطين فبدأنا نجمع من بعض إحنا مجموعة صحاب كده كل واحد يروح يشتري بطانيتين تلاتة مش عارفة إيه ونديها هما قدام عينينا وإحنا مستقيم وشايفين الناس مش متكسبة الناس يعني الناس غلبانة فالموضوع بدأ يوسع من الكلية إحنا في دفعاتنا بدأت توسع أكتر 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 فطب يا جماعة ما تيجوا نشوف بقى مورد إنه هو يدينا بسعر كويس بدل ما ننزل نعمل شوبينج بقى من حتاة معينة كل واحد يدفع فيه أيوة تنزل لواحدك هتدخل على كوستومر ريد لكن لما تتكلم على مورد إنه بص نلاقي إن فيه موردين وفيه ناس بقى ربك بقى اللي بيفرجها عارف أنت لما بتيجي تاخد خط سير الخير وربنا بيريد بتتفتح تبص تلاقي المورد يقوم أقول لك إيه طب أنا حساهم معاكو بكذا كذا مثلا يعني حنشتري إحنا مية طب فيه خمسين والمية دول مثلا حنخفض لقد كده الكوستو برايس بتاعها هتبقى عامل إزاي مثلا السعر بدأت توسع بدأ نتعرف أكتر بدأنا نكبر بقى بدأوا من الجماعات صحابنا كلنا صحاب مش حد مش عارف التاني طب بقى دخلت على هندسة على تجارة على إحلام على كله بدأت تبقى مجموعات أكبر شوية وأكبر إحنا بقى بنيجي نكبر ونتخرج تيجي بقى تيجي تدخل على رمضان جاي طب إحنا عايزين نعمل واجبات رمضان طب منزل الماركت شوية بشوية لأ بقى فيه موردين شوية بشوية ندور بقى على حد إنه هو يدينا بأسعار التكلفة لو هي المصانع نفسه أهلينا بقى يبدأوا يشوفونا إحنا بنعمل الكلام يبدأوا يساعدونا صغيرين بقى كده في الأول وعايزين إن حد عنده معارف برضو بيحاول إنه هو يسادر قد ما يقدر بالزبط بالزبط بدأت بقى سلسلة مع يعني صحاب نكبر صحاب الصحاب الصحاب معارف معارف علاقات أماكن بدأت تشوف إنه شباب صغير مثلا بيشتغل في الحاجات دي طب عايزين نساعد معاكو تبوص لحياتك الدائرة بتوسع الأصل في الموضوع إن أنت عايز تطلع على زكاة الوقت بتاعك زكاة من المال مش زكاة المال كزكاة المال أنا عزيني عايز تطلع من مالك وتطلع من مجهودك علشان بتزكي عن نفسك وخير وفكرة الإحساس بالغير يعني أنتوا بتديتوها في الأول بطاطين للمرافقين للمرضى في الشتاء لأنهما ما كانوش بيقدروا يمشوا وجوا برد فهي يعني يمكن حتى زي ما احنا دايما بيقول وده اللي بنحاول دايما نزرعه دلوقتي في الأولاد الصغيرين أن أنت تحس بغيرك مش لازم تكون مساعدة كبيرة خالص طيب بعد بقى ما البطاطين وبعد كمان رمضان إزاي الموضوع كبر أكتر من كده يعني دخلنا بقى في قوافل تبية يعني حكينا إزاي الموضوع كبر إزاي بقى تحول من مجرد جهود فردية وأشخاص ودائرة علاقات لمجهود منظم هو لسه لغاية دلوقتي دائرة علاقات ومجهودات فردية أشبه بالعمل مؤسسي أنا أقل له واحدة فيهم على فكرة يعني أنا معي ناس عظيمة يعني فيه منهم ناس أسد زيتي اللي بيعملوا سابورت يعني أنا بقول لحضرتك هي الفكرة زي ما حدرتك كنت بتقولي فكرة العطاء وأنك تحسي بالغير إحنا إحنا أصلا إيه؟ إحنا أصلا دا كترة فأنتي أول حاجة بتواجهيها يا مريض مش لقي العلاج يا مريض مش عارف يجيب العلاج يبقى إحنا بنجمع ونروح شريع العلاج من الفلوس فيه ناس مش عارفة حتى تكشف في الأصل العيني لا لا في الأصل العيني أتكلم في المطلق فيه ناس حتى بيقى موضوع الكشفة بالنسبة لها بيقى فيه صعوبة معلشان كده أنا بقول لحياتك هي بدأت الناحية الطبية بدأت بتلقائية ليه؟ أنا ما يبقى عيان ومش لاقي الفلوس أنه يجيب ما عندهش فلوس يجيب الدول بدأنا نجيب بدأنا نشوف العينين الكرانيك اللي هم المزمنين أو العينين معهد الأورام الناس اللي هي عندها الإعقاط أو المشاكل الصحية المستمرة اللي هو لو قدر يجيب شهر 2-3 وهو عامل بسيط أو هو إنسان دخله أرزقي على يومه مش هيرى في كامل الباقي إحنا كده كثيرا عارفين إنه لازم الدواء يتوفر مثلا لا تسيء لمادة 6 شهر لسنة علشان يبدأ يجيب فعالية كويسة أنت التارجد عايز العيني يخف الحتة دي بدأت بتلقائية لأن ده مجالنا نطلع أكتر منها كده شوية عمليات مثلا والضغوط على الأسر العيني مثلا أو ساعتما كنا في الكلية الوئة إنجليست كبيرة طيب بنبدأ بقى نشوف مين بابا أستسف كذا مين بابا جراح كذا مين مامته كذا بصي بقى إحنا عاديين نطلع ونتشعب ما بيننا وما بين بعض بمعرفنا مين عمه كذا مين عنده مستشفى كذا طب مين نعمل كذا يعني هي بدأت تاخد خطوة خطوة طبية بتنظيم سغير لأن إحنا جوا الطب إحنا ما هي دي الفكرة يعني